موسيقى في حلقة هذا الأسبوع من برنامج هنا حمص معتقلوا سجن حمص المركزي والبند المنسي من هدنة الوعر الموال السبعوي في أهازيج الثورة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض وإياكم في بداية الحلقة ملخصا للأحداث الميدانية والعسكرية في محافظة حمص خلال الأيام الماضية الاثنين شهيدان وعدد من الجرحى في تير معلى جراء قصف مدفعي من قبل ميليشيا الأسد تجدد الاشتباكات بين تنظيم الدولة وميليشيا الأسد في محيط مدينة القريتين غارات جوية روسية باستخدام صواريخ مظلية على مدينة تدمر في الريف الشرقي الثلاثة ميليشيا الأسد تقصف بالمدفعية والرشاشات الثقيلة مدن وبلدات الرستن وغرناطة وعيون حسين وكيسين والسعن الأسود اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهات مدينة تلبيسة اشتباكات بين تنظيم الدولة وميليشيا الأسد في محيط حق الجزل النفطي الأربعاء أكثر من خمس عشرة غارة جوية روسية على مدينة تدمر تسببت بارتقاء شهداء وسقوط جرحة قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة استهدف حوش حج والحولة وتلبيسة الخميس قتلى في صفوف تنظيم الدولة وميليشيا الأسد خلال اشتباكات بين الطرفين في منطقة الباردة شرق القريتين وطريق مهين القريتين الثوار يتصدون لمحاولة ميليشيا الأسد التقدم باتجاه قرية كيسين ويقتلون عددا من عناصر الميليشيا الجمعة مظاهرات تخرج في حي الوعر المحاصر وتعم مدن وبلدات الريف المحرر للمطالبة بإسقاط نظام الأسد طائرات العدو الروسي ترتكب مجزرة راح ضحيتها أحد عشر شهيدا مدنيا وقرابة خمسين جريحا في منطقة الصوانة قرب تدمر فصيل جيش سوريا الجديد ينتزع من يد تنظيم الدولة معبر التنفي الحدودي مع العراق جنوب شرقي حمص ويقتل ويصيب ويأسر عددا من عناصر التنظيم السبت ميليشيا الأسد تشن هجوما على قرية كيسين بغطاء مدفعي دون تحقيق تقدم اشتباكات بين الثوار وميليشيا الأسد في جبهات أمشر شوح وغرناطة الغربية تنظيم الدولة يستعيد السيطرة على معبر التنفي الحدودي مع العراق وقد بث ناشطون خلال الأيام الماضية مقاطع مصورة للأحداث الميدانية والعسكرية في محافظة حمص نتابع من تخبناه منها الشعب يريد أخراج المتقليل الشعب يريد أخراج المتقليل الله أكبر السلام عليكم وعليكم السلام خالي بتقدر تحكي لنا شو عموا بالكم الإنساني في حمص شمال مدينة الرسان والله شو وضع الإنساني عندنا تعبان لدرجة تعبان كتير ما شوي الخبز شبه مفقود عندنا وإذا جيت تشتري طحين طحين ما فيه وإذا التقى الطحين يا أكتره شعير لابن خبز لابن تاكل جينا قد نجيب من التنسيقيات إذا صار عندنا خبز أو شي ربطة الخبز يعني 8 خبزة 200 لحد 400 لارة ما فيه إنسان قادر يجيبه طب نبداعي منه ونتشكر وإذا بدعمونا هيك شوي موسيقى تسجيل مسرب لمظاهرة ثورية لمعتقلي سجن حمص المركزي أعاد إلى دائرة الاهتمام وضع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرضون لمساومات لقاء إخراج بعضهم لدفعهم للالتحاق في صفوف الميليشيا التشبيحية المسمى بالدفاع الوطني وسط إخلاف من ميليشيا الأسد في تنفيذ البند الخاص بالمعتقلين في هدنة حي الوعر الحمصي نتابع جزءا من مظاهرة المعتقلين الثورية سجل حمص المركزي سجل حمص المركزي والحديث في هذا الموضوع وغيره ينضم إلينا من حي الوعر في حمص مدير مركز حمص الإعلامي أسامة أبو زيد حياك الله أخي أسامة حكا الله وبرك الله كأخي الكريمة أخي أسامة هذا التسريب الذي شاهدناه قبل قليل لمظاهرة للمعتقلين في سجل حمص المركزي هل من معلومات حول دوافع هذه المظاهرة؟ نعم أخي الكريم النظام بداية يحاول أن يسابق الزمن ويحقق مكاسب سياسية وإعلامية من خلال أنه يقوم بالإفراج عن المعتقلين وأنه يقوم بالمفاوضات قبل بدء المفاوضات على مستوى دوله وأنه يقوم باستهداف بعض المناطق الصغيرة كحي الوعري الذي تم الاتفاق به مؤخرا عن الإفراج عن مجموعة من أو المعتقلين من محافظة حمص بشكل كامل وقدمت بحقهم لوائح اسمية بلغت للآن نحو 7350 اسم النظام الآن بدأ يراوغ في هذا البند عند وصول المفاوضات إلى هذا البند بدأ بالمراوغة وبدأ بإخراج بعض السجناء من سجن حمص المركزي الذين هم بالأصل دخلوا كسجناء رأي أو متظاهرين والمعظم الآخر منهم قد دخل إلى هذا السجن عن طريق الاعتقال التعسفي العشوائي على حواجز النظام أما السجناء العسكريين فهم غير موجودين في سجن حمص المركزي ومن أجل أن يقول النظام أنه يفرج عن السجناء يقوموا بالإفراج عن دفعات صغيرة فقط منهم ويقوموا بإجراء سبل سياسي لهم وجلسات تسوية وإلى آخره وفي النهاية يقود بعضهم إلى خدمة الجيش فالبعض منهم لم يخدم في هذا الجانب أخي أسامة هناك حديث عن مساومات للمعتقلين في سجن حمص المركزي يعني للالتحاق في صفوف الميليشيات التشبيحية مثل الدفاع الوطني مقابل إطلاق صراحي ما دقة هذه المعلومات؟ نعم سيد الحمد بداية النظام لم يوفر شباب حمص الذين لم يتورطون بالثورة أبدا في أحيائه حيث يتم اعتقالهم بشكل مستمر على الحواجز وسوقهم مباشرة إلى الخدمة الإزامية وإلى التطوع في جيشه وشبيحته وفي اللجان الشعبية الخاصة به بالإضافة إلى أنه قام أيضا بزهاب إلى المؤسسات الحكومية وسوق الموظفين أيضا وتطويعهم بشكل إجباري في استنفاذه لكامل الطاقة البشرية الموجودة لديه فهل يستطيع النظام أو فهل يقوم النظام بتجنيب كل هؤلاء الشباب والموظفين التابعين له ويوفر السجناء المتواجدين في السجون طبعا فالنظام الآن يقوم بالإفراج غاهريا عن هؤلاء السجناء وصوق معظمهم الذين ما زال عمرهم مناسبا للخدمة الإزامية وللجيش بسوقهم مباشرة إلى الحواجز وإلى الكتائب وإلى المناطق الحربية نعم بالعودة أخي أسامة إلى الحديث عن هدنة الوعر التي تتضمن في أهم بنودها بندا يتعلق بملف المعتقلين أين انحصر دور لجنة الأمم المتحدة في مراقبة تطبيق هذه البنود نعم بداية كان دور الأمم المتحدة بالإشراف فقط على آلية سير التفاوض ومتابعتها عن بعد فقط لا أكثر ولا أقل واليوم وبعد بدء الهدن على مستوى سوريا وأطلاق قرار وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية بدأ تهميش كبير لموضوع المفاوضات في حي الوعر من قبل الأمم المتحدة حيث أنه بات دور مقتصرا فقط على الأمر الذي يقومون به الآن ووقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية وتم إهمال موضوع مفاوضات حي الوعر وموضوع الإفراج عن المعتقلين وهذا العامل أيضا قد أعطى النظام قوة من أجل المماطلة والمراوغة في بند المعتقلين حيث أنه الآن يقوم بلعب دور أنه يريد الانتقال للمرحلة الثالثة من التفاوض وإهمال بند المعتقلين أو التوقف عند بند المعتقلين والقفض من فوقه هذا ما وصلت إلى المفاوضات حتى الآن نعم في الجانب الإغاثي هل تصل إليكم في حي الوعر المحاصر المساعدات الإغاثية والطبية بعيدا عن المرور عبر مؤسسات نظام الأسد الأمم المتحدة تلعب دورها ولكن بوجهين حيث أنها تقوم بالجلوس مع الجهات الثورية داخل الحي وتقوم بتقديم الوعود والآمال وبناء الأحلام التي سيعملون عليها في الأيام القادمة وطبعا هذا الأمر لا يكون إلا بشكل ظاهري شفهي وبالمقابل عندما ينتهي الاجتماعات داخل الحي فهم في شهر واحد يدخلون أربعة مرات ومن خلال أربعة وفود وأربعة جهات من صليب أحمر واللجنة الدولية والأمم المتحدة واليونسيف وغيرها ويجلسون مع الجهات الثورية فقط من أجل إلقاء الوعود وإبرام الكلام لا أكثر ولا أقل وبالمقابل يقومون بالجلوس مع النظام ويثنون عليه ويباركون لأعماله فبعض التقارير التي تابعناها كانت هي عبارة عن مباركة لأعمال النظام التي تقوم على رعاية الأمومة والطفولة متناسين طبعا موضوع المجازر التي ارتكبها في الحولة وفي كرم الزيتون وما زال يرتكبها حتى الآن في حلب البراميل المتفجرة وفي ريف حمصة الشمالي وفي سياسة الحصار والتجويع التي تخص الأطفال أيضا فكيف للأمم المتحدة أن يكون عملها قائما على شكل عادي ربما أخي أسامة هذا ينسجم مع اختيار الأمم المتحدة لزوجة أحد كبار مسؤولي نظام الأسد في مهمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة أنا أشكرك جزيل الشكر أسامة أبو زيد مدير مركز حمص الإعلامي كنت معنا من حي الوعري في حمص حرب نفسه البلدة الصغيرة شرقية سهل الحولة والتابعة إداريا لمحافظة حما شكلت خلال الأيام الماضية المثال الصارخة لخرق الهدنة من قبل ميليشيا الأسد وطائرات العدو الروسي التي تحاول السيطرة عليها منذ قرابة الشهرين دون أن تحرز أي تقدم تقرير مراسلنا أنور أبو الوليد يرصد جبهات هذه البلدة هو الريف الشمالي لحمص الحاضر بقوة ضمن مخططات النظام ونواياه في استكمال السيطرة على حمص بأكملها أولى الغارات الروسية كانت من نصيبه ثم تبعها حملة برية استمرت لشهرين من محاور تير معلو المحطة وسنيسل كان مصيرها فشل ذريع قوات النظام انتقلت بعدها إلى محور آخر انطلاقا من ريف حمات الجنوبي باتجاه قرية حرب نفسه ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة كونها كانت إحدى طرق الإمداد لريف حمص واحتلالها يعني أيضا فصل منطقة الحولة عن باقي مناطق الريف الشمالي وبإذن الله سوف ندحر هذا النظام الفاجر ونفشد جميع مخططاته في التقدم ومحاصرة الريف الشمالي شهران من المعارك المستمرة حتى الآن لم يغب فيهما لساعة محاولات التقدم والقصف الجوي الروسي حتى في أيام الهدنة التي شهدت القرية الصغيرة فيها تصعيدا عسكريا بارزا تمثل بعشرات الغارات رغم عدم تواجد تنظيم جبهة النصرة فيها مطلقا كما ادعت وسائل إعلام النظام حصيلة المعارك المستمرة كان دمارا كبيرا وفشلا عسكريا جديدا لقوات النظام في إحراز أي تقدم بري يذكر وتكبده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وإمساك كتائب الجيش الحر لزمام المبادرة في كثير من الأحيان في مشهد بطولي يكتب تفاصيله أبناء المنطقة بدمائهم أنوار أبو الوليد لقناة حلب اليوم ريف حمص لشعر الموال الشعبي حضور لا يجارى في حداء الثورة تتنوع أغراضه ويلامس الأحاسيس والقلوب ويؤرخ اللحظات الإنسانية والوجدانية التي تزخر بها الثورة لقاء خاص مع شاعر الموال بكري خوج بعد الفاصل داب القلب داب القلب بنار البعد يا ناس وويلي ودارنا تبكي على سكانها وتصيح وويلي حمص العدية شيدت شبان بعمر الورد وويلي داب القلب بنار البعد يا ناس وويلي ودارنا تبكي على سكانها وتصيح وويلي حمص العدية شيدت شبان بعمر الورد وويلي 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 عفرقها شاب راسي وجسمي غدا مسلول والعرب لسيوف غامد وسيف الغرب مسلول يا رب يا ربي كرمال خالد أبو سليمان سيفك المسلول أسمع صوت الأعادي تقول القام العرب وويلي أرحب باسمكم مشاهدين الكرام بشاعر الموال بكري خووج أبو محمد من مدينة عمان حياكم الله أستاذ بكري حياكم الله أستاذ بداية ما هو شعر الموال أو ما يطلق عليه السبعاوي وما قيمته الموال هو السبعاوي أساسه البغدادة فأطلقوا عليه السبعاوي لأنه من سبعة أشطار سبعة أشطار هو الموال أكثر من سبعة أشطار ما بصير لأنه حددوا بسبعة أشطار وسموه سبعاوي وكان قديم يتلقوا عليه اسم البغدادة نعم يجسد أفطة يجسد أي شيء إنسان بيحسه كانوا يلخصوا يعني عوى ظرف الإنسان عوى ظروفه عوى الحالة اللي هو فيها فيش طاح الشيء عبارة عن موال مثل ما كان فيش عراء مثلا للشعر الطويل للشعر القصير يعني نعم صار السبعاوي وبيحكي أسطرية من بداية إلى نهايته نعم عبارة عن ثلاثة على القاتلين الموال يعني كل ثلاثة أشطار قاتل حتى نأخذ مثال يعني حي للمشاهدين الكرام حتى تتوضح صورة الموال السبعاوي بشكل أكبر لديكم أحد الموالات بعنوان من قلب حوران ممكن أن نستمع إليه نعم من قلب حوران فاح رجالها يا أولاد البلد سوري نادت حمص لبيت طرد دمير خطج الكل سوري والدير قالت أبعلا من هدم سوري المودة ديدا هدم سوري ورجال الشام سرجت خيلها وسباع خرجت من حما ورجال الشام سرجت خيلها واسباع خرجت من حما ورجال كشرت عن نابها والشعبة قالت روحنا تجوة لأرض الحما والساحل يشكر من وهب لفسه الزترة الشغور ولجبالها حما والساحل يشكر من وهب لفسه الزترة الشغور ولجبالها حما ولنك من قلبها أقول الفقر أنا وأبي وأجزادي من نسل سوري نعم هذه سبعة أشطر هذه سبعة أشطر طيب هذا النمط من الموال هل هو موهبة أم يمكن أن يعني أن من خلال الممارسة يمكن أن يعني ينبت أو تنبت هذه النابتة لدى بعض المهتمين بهذا الشعر والله يشوف أنا أكتب الموال من عشقي للموال السبعة بس من أكتر من ثلاثين سنة أو أربعين سنة لهالأيام اللي إحنا فيها يعني نوادر من يعني ما عد حالي كتب سبعة عرفت كيف أستاذ نعم ما عد حالي كتب الموال السبعة يعني عم تتردد من أيام أول ما بلت السبعة الأستاذ صباح فخرة الأستاذ محمد خير رحمه الله من بعدها ما عد حالي كتب سبعة لأنه السبعة صعب قافيط وصعبي نعم لأنه إليه شروط معينة وإليه قواعد معينة الشعر العادي أسهل طلقت العالم من الشعر السبعة ويما عد حدي كذب أنا حبيت إنه أرجع أحيي الموال السبعة وأكتب سبعة وي وصار في قبول الحمد لله يعني والعالم كثير أخذت يعني منشدين ومطربين يعني عجبوا هذا الشيء إنه عم نحيي تراث موال السبعة ويطراثنا نعم نحن ربينا على الموال السبعة نعم طيب هذا الموال السبعة هل يعني لمحت نوع من لنقول نوع من الانتعاش له من جديد في المظاهرات التي شهدتها ثورتنا السورية منذ بدايتها بالثورة من بلكة الثورة كثير في عالم فقط يعني تألف شعر تألف مواويل يعني أغلب مثل إحنا الجو اللي كنا عايشي في في أغلبهم بسمعو على الموال السبعة يعني فيها نسم كثير بسمع الموال السبعة فصاروا بدانا أكبر شي أعرف من موال السبعة وبيعثر موال السبعة من الناس يعني نعم وصار يعني ومشي موال السبعة بالثورة كثير عالم غنيت للثورة التي كان عن حمص عن حماء عن حلب عن كل المدن السورية قلت أن بعض المنشدين يعني أخذوا بعض كتاباتك في الموال وأنشدوها نعم هل تتخير المنشدين الذين يمكن أن يلحنوا وينشدوا موالاتك عم فين أتخير أنا لأن ساعة بلشت بدي أكتب الموال السبعة بلشت موشان أحيي التراث يعني أنا ما غايت مثلا فائدي فأنا بدي شرد أحيي التراث بدي دور على العالم وعطيهم وبعد بعدين في عالم فرد تسمع يعجبها تتطلب يعني عطيت أنا منصباري المطلبين الحمد لله رب العالمي سيد أحمد الأزرق سيد رضوان عودي سيد مار البحري سالم شمع أبعدنان الحوت أبو ظافر مفتاح يعني في كتير أساني أخذت وغنية أنت معروفة عنا بحمص وعلى مستوى سوريا نعم والله عاطل وطلبين وبلش افتب الأغاني وأخذه أغاني يعني مع الموال السبعةوي هي بصير أول شي أنت بدك تعرض الشغلة أنت بدك تعملها بدك تنشورها بدك تعرض أول شي بعدين العالم بتسمع بيعجبها بتروع الكاتب إنو كتبنا على الموضوع الأفلاني نكتب له بدنا على الموضوع الأفلاني نكتب أول موضوع اللي براس المطرب مثلا نكتب عليه أولا شي حاكس بكتب يعني بكتبعوي أكتر شي بيطلع من القلب أنت أنت شو حاكس نطلع معهم موال سبعةوي نعم أنت ابن مدينة ابن مدينة حمص ولك موال بعنوان بنت الوليد ممكن نسمع نعم نعم بنت الوليد رفوضها وحجارها تبكي على حالها والخالدية تشتكي أوجاها للوحر وتشرح لها حالها وحمص القديمة والقصور وشيحها حالها غدا حالها رح ننقصر لأنها بينها وبين ابن الوليد عشرة عمر من بعد تدمرها لأسباعها وضغيبها التوصل لبعضها عمر وقيابة العز الوادي العرب وبزيق قدونا عمر ما نزل إطرابها لو تنوضوا لي للأرض وطنون جهب حالها مدينة حمص وخصوصية مدينة حمص في كتاباتك وماذا تمثله هذه المدينة لك في الوجدان حمص في كل شيء بحياتنا بحياة أي أسأل أي حمص عن حمص روحنا حمص ربنا فيها وعشنا فيها وطلعنا مننا غصب لعننا حمص كل شيء بحياتنا مع احترامي لكل المدن السوري وسوريا أمنا سوريا كلية أمنا بس حمص طبعا أي إنسان مديني بحن لمحل ما خلق لمحل ما تعرف عن ناس محل ما ربع يسربنا من مياتها لعبنا بشوارعها يعني نعم لذي أفتب عن حمص الكلام لحاله قطلع عن حمص يا أستاذ والله نعم أسمعنا أسمعنا شيئا أو موالا آخر عن حمص أسألك مولاي حمص العدي وحلها يلي علينا أبعاد أهل إلاهي منطقة كما هلك فرعون من ضرون أبعاد يا من لتسرانك كفت أعلامه وأفني السمود أبعاد اسمع يا ربي ساعة أوصل إليها قبل سراها وعود أنا أشكرك جزيل الشكر بكري خاوج أبو محمد شاعر الموال شرفتنا وكنت معنا من مدينة عمان شكرا لك حيا حياكم الله ختاموا هذه الحلقة من برنامج هنا حمص على أمل لقاء بكم مجددا في حلقة الأسبوع المقبل هذه تحية من فريق البرنامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته